هلو، ايه بابي؟ فيه ايه؟ طيب يا حبيبي، ايه ده ايه؟ الزهون؟ استلق اوعد ايه يا حبيبي؟ مزعل جده ليه؟ طب بقولك ايه؟ لينيو الروم وانا وعدك ان احنا نعمل للنهار ده موفي نايت ونصر سوا، ايه رأيك؟ انت كل يوم بتقوليك هاو، ترجعي مش روك وتقولي يا حزن؟ لا، لو ما عملتش كده والله هزعل منك ومش هكلمك ايه زعل؟ انا قصر مش بشوفك طواليوم اللي انت بتقولو ده يا سيف؟ ايه ده؟ ازاي تكلم دبني بالطريق دي؟ طب انا هزعلنا منك ومش هكلمك for two days اوكي، باي لا 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 لا، هات، هات للموبايل، هات وانت بقوتك بقى، يلا والله دي مش غلطتي اما الغلطة مين؟ يعني لما الناس تشتكي من الاكل، المفروض ان انا حاسب مين؟ احاسب الويتر ولا حاسب الشاف اللي عمل الاكل؟ الناس بتشتكي من الكميات الوليلة اللي متكفيش عائل صغير وبعدين بتديني مكونات غلط، وتقولي لي اشتغل بيها، انا زيتم الشغلة دي على فكرة لا بقولك ايه، ما تزعقش، ما تعليش صوتك علي واحد زيك، المفروض يحمد ربنا عن فرصة اللي انا من ذهالك اي حد يتمنى يشتغل الشغلية بتاعتك دي على فكرة اه لا بناقص الفرصة العظيمة دي، انا مش عايزة خالص بس خليك فاكرة ان شوبرا لزق في الشربية ايه شوبرا لزق في الشربية؟ ايه شوبرا لزق في الشربية؟ يعني الدنيا صغيرة حضرتك، ومسيركو تتقابله احساس بالمعLACE صغيرة قلط فاكرة ايه با قمال ا cleanedداء اعلاف انة اذًا اجيه أه، هي رعت بقى في المفجأة دي خير يا بوبي، في حاجة؟ ها؟ في حاجة؟ سألو أختي في الندادة سوريا لقيتها عملالي مكرونة بالبشمال وحمام محشي حاجات كلها فاتة قوي انت عارفة أنا عاملة دايت ملاش حق وبعدين زوزو ولا صحته ولا سنه يسمحوا بالأكل ده أنا موعي واضح جداً فيش أي كنترول طول ما أنا مش موجودة المهم قلت لها تاخد الأكل لولادها وقلت إن يجي ناكل هنا ها؟ هتأكلين إيه؟ يا حبيبتي زي ما أنت عايزة يعني قولي نفسك في إيه؟ فين الماني آه، برافو عليكي عاملة كيوار كود شاطرة إنما فين الناس؟ لا، منو الواضح إن أنت نسيتي عادات الشعب المصري ما بنكلش بدري، السفر بقى نساكي هم على كده بقى المطعم ده بيكسد؟ أول ما هتبقي الشريكة تأكد إن أنا هقولك، غير كده يعتبر فضول ألا، يا رأي بنات، هتمسكوا في بعض قدامي لما تروحوا بإدخاله؟ هو أنت شايف حد غيرنا في المكان؟ عيوة في كوبايات ممكن تكسد من الواضح إن الدكتورة مش جاية صدفة، ده أنت لازلة تفتيش؟ لا يا روح قد، مش محتاجة أعمل كده، أنت أي مشروع بتعمليه، ناتيك تو بتبقى عروفة من قبلها شفي أه؟ ميتام هنجيلك تاني يا حبيب شبه مدلعها، أنت أومن، أوي أوي الأكلة فنة متى حضرتك حبيبي يا مورا استعجلنا للأكل لبقى الله يباركلي ما هو ده الأكل يا فندي أنا يا أكل يا مورا أنا طالب من المينيو ومحشي ورزم عمر طالبك في كسة أنا طالبها ما هو ده اللي حق طالبي من المينيو طب يا مورا أنا ديلي كده اللي مدور الدنيا هنا بعد إذنك شوف لمديرك الرجل اللي فوقك سواني بس أين ده؟ إيه اللي بتعمله ده؟ إيه كمنيات دي؟ يلا يا مورا فاضر إيه إيه؟ 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 ايه المنزلش في مكان والمتاوم المشكلة؟ لأكل جديد على فكرة وجربه ايه المشكلة؟ هو عمر بيخبط على حيطة ليه؟ عمر مرايح ده ما هو مرايحة؟ هو ايه فيه فيه اشتغاله؟ سازة في حده من الجسد عايز حضرته ما يمكن يعجبك تابعه؟ مش عاربني يا شكل كده مش عارب والأكل مش عارب مش عارب انا مش اختش المنزل ده في حالي ولا الكميات دي انت مشكلتك في الكميات طبعا نزليني الدرقات ده نزليني الدرقات ده واحد درقيني مستشفى ايه؟ بسهر خير يا فرد، بسهر نزليني محاضيك مين بس معلشي؟ انا المدير جميل انا فتحت المينيو، طلبت محاشي، كرومب، ورع قنب، مبار، رز معمر طلعيلي كده الحاجات اللي انا طالبها من الطبق؟ حالشي ما ده الاكل لحضرتك طلبه؟ الرز المعمر والمحشي؟ ايوه طلع قولي بقى، طلعيلي رز المعمر بس كده قولي ده الرز المعمر على مهل ما ده حضرتك الرز المعمر اه؟ ده الرز المعمر اللي محشي حمام؟ يعني الطبق ده يستوعب الحمام تحت ايوه حضرتك جوحة منفعة اه، طبعا انا شايفه تيست عشان لو الرز عجبنا اطلبه ده تيست، ده جاي ليه تيست؟ انت تكسفنا سنني بس بلاكسفك بشتغالة طب معليش حضرتك بس يعني سيبك مرز المعمر تكلميني كده عن المحشي؟ انا رجل طالب محشي انا في دنيتك قصة منبلا ما شفت محشي نحشي بسلة وجزة ايه؟ ايه الفكرة ايه؟ ايه الفكرة مينو بس؟ ليه؟ ليه نعمليني المحشي محشي بسلة؟ الفكرة بس، لو اقتنعت هيكوا حضرتك في مواطعة من الاكل الهلفي يعني الاكل ده معمول بقى اقل السعرات الممكنة وانت بتتدخلي في حياتي دي انا راجل مدهنين بحب الاكل المدهن احنا قسفين احنا قسفين احنا قسفين خليكي معايا بعد يزني انا الاكل ده مش جاي معايا اعليش انا قطول عمري بعدي من هنا شايف محل الكراسي بيبيعوا كراسي اللي مش بتركوا زبون على فكرة بقى المكان ده عليه اقبال منقطع النظير ده اقبال على الخيبة على الهافة انا شايف فيه اشتغال انت عاملة اشتغال لا المكان ده ليه زبون بتاعه انا قصما بالله بقولك انا هتقيل وراغي ما ديقولك على الارض مواضح فعلا ان حضرتك تقيل الله دي الفكرة الكومدية يلا 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 نبعت نجيب فرقة محشي فريك يلا يلا بس حسب الله وانعمل وكيل فيك يا رب ده الشعاب اللي مش عايز يخص ده موسيقى كده اعتقد ان الورق كله جاهز ان شاء الله هنبديه للإدارة هتراجع عليها طب كويس جدا يعني انا ينتعى تفعل المصاري في امتى اول الورق ما يتراجع هبلغ حضرتك بمعادة الانترفيو لحضرتك والوالد سيا بس هو انا مش مامط انا خالته او بس زي ما يرفعش لازم مامط وبابا يبقوا موجودين او عالقل واحد فيه بس حضرتك مامط مسافرة وبابا صعب يجي جدا بس يا فندم دشرتك من شروط التقديم طب وهو انا مينفعش هناللي عمل كده بليز يعني صدقيني بانظام المدرسة وهتلاقي كل المدارس ماشي بنفس النظام فيروز واضح انك زي ما قال لي خالد عندك بالظبط شطرة ومجتهدة وزكية شكرا جدا يا فندم ان شاء الله اكون عند حسن ظن حضرتك انا واسق من كده خصوصا ان شغل شركتنا مش بعيد عنكم انتو اشتغلتوا عليه كتير ايوا بالظبط انا اغلب المبيعات عندي كانت من مشاريع الشركة انا اخر سؤال انا بس كنت حابة بعرف انت سبت الشغل هناك لي لا ابدا كنت عايزة بس لقي مكان يبقى فيه خبرات جديدة بالنسبة لي يعني بس انا مش شايف اي رفرانس من شغلك في السيفي بتاعك ايوا صح يا خبرة بيار ولا اهمك ولا اهمك معلش اه كده كده حاتم نصار صحي طب كويس اوه فانتو طيب هو بما انه صاحب حضرتك يعني فأنا مشيتها لشان شتمته في مكتبه يلا الحمد لله ما فيش نصيبي فانتو اشتركوا في القناة